أهلا بكم شنت أربع طائرات كورية جنوبية شنت ضربات عسكرية على معسكر قريب من الحدود مع كوريا الشمالية في إطار مناورات تحاكي هجوما على قيادة بيونج يانج تأتي هذه الضربات بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي جديد عبر أجواء اليابان هذه المرة الأمر الذي دفع الرئيس الكوريا الجنوبي مون شان إي إلى تأكد من قدرة جيش بلاده على مواجهة كوريا الشمالية على الشمال أن يسلك الطريق المؤدية إلى المفاوضات بشكل عاجل مسلما بأن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والتنمية الاقتصادية وعليه الامتناع عن الاستفزاز المتهور وإذا استمرت كوريا الشمالية في استفزازاتها النووية والصاروخية سوف يكون لدينا موقف حاسم على أساس تحالفنا مع الولايات المتحدة إذا استمرت كوريا الشمالية بالتلويح باستخدام أسلحتها النووية وصواريخها مهددة أمن شعب كوريا الجنوبية والولايات المتحدة فإننا سنوعز لقواتنا الجوية استخدام قدراتها لتدمير القيادة الكورية الشمالية